بشير خذر اللي هو كان مسؤول على حملة قيمة تونس المستقلة البنفسجية في تسعة وثمانين تفضل سي بشير عفوا الخذري سي بشير الخذري مرحبا بيك حكينا كيفاش عشت في تسعة وثمانين هالتجربة زده هي الموعد الثاني اللي منجحنش فيه كيفاش انتي من موقعك قيمة مستقلة البنفسجية كيفاش عشتها شديد بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الفرصة هذي في انتخابات تسعة وثمانين احنا جات في فترة نسبيا فيها العديد من الاغراءات السياسية وفتح مجال كبير قدام السياسيين بصيفة عامة انهم بشي ساهموا في اثراء المشهد السياسي في ذاك الوقت من بيان سبع نوفمبر وما فيه من شعارات مختلفة وتشجع على المساهمة في الحياة السياسية وبعد ذلك من محاولات في لقاءات سياسية والتجميع من السياسيين ومسؤولين السياسيين في دفعهم الى الموضي قدما اكثر في انجاح المسار الديموقراطي كان انا احنا في الفترة هذه كتا تقريب نسبيا ثم تفرهيدة وثم فتح امال قدامنا انا باش ممكن انا نكرس الديموقراطية ونعيش الديموقراطية من قريب فالعديد من الناس كان مقتها على مستوى بعض القوايم القائمات اللي قدمت وكذا وثم عدد كبير اخر من الاسلاميين اللي كانوا في الفترة من بداية تقريب بداية لولا بداية الدكتاتورية فترة برقيبة ثم بعد انقلاب 87 وقع شوية انفراج وحسروا واحهم شوية فتجعوا اكثر انا بشي قدموا اكثر وقام انها التفاف كبير مع بعض الرموز اللي انه يتواجدوا ويساهموا في هذه فعدد منهم كبير منهم انا تواصلوا بينا وبحكم انه قريب ياسر للشيخ الاخوة رحمه الله من تلمزه ونحكي وياسر في المجال السياسي دي فاقترحت عليه انا قلنا انه علاش ما انساهموش في الدخول الحياة السياسية الان بصورة اخرى بصورة جديدة يمتروح علينا كذا وفعلا انه شيخ ما كانش متمانمية في المياه ولكن لبأس انه نخوضه فقعدنا نتناقش معنا في تكوين القائمة هذه وقع اختيار جملة منها خاصة معنا بعض الرموز وقع اتصال بالاستاذ عبد الرحمان الهيلة رحمه الله وبعض الرموز اخرى وقع هنا فترة لبس بها في النقاشات وفي محاولة الاقناع وجمت مجموعة لبأسها به وهذه القائمة متع تونس واحد وهذه تشوفه معناها في الاسماء للثقل القانوني اللي فيها الاستاذ مختار الهيلة عبد الرحمان الهيلة استاذ فاخر بن سالم الاستاذ عمره خميلة استاذ حبيبه خميلة هذو من من رجال القانون كذلك علاوة على رموز اخرى سي بختار رفرجاني والشيخ عمر ليحياوي محمد بسرور كذلك رموز اخرى سي منجي جويني هي رموز مختلفة على مستوى الساحة في ولاية تونس وشوفوا معنا علاوة على الاسماء هذية فما البيان اللي تنسر في الوقت هذيك اللي فيه في الوقت هذيك في تسعة وثمانين ولكن الشعارات اللي زرفت والمغاية هي نفس الشعارات اللي نتقاهها الآن في في وقتنا هذية فكان القائمة نوع من الاستشراف الى المستقبل الافضل فادخلنا وكانوا سادة معناها من من رجال القانون ما لقينش مشكلة كبيرة في الاعداد الملف لانهم متابعين قانونيين من ناحية قانونيين متابعين فعاونوا ياسر في اعداد الملف هذيك وقدمنا هذيك كذلك في اختيار الملاحظين وكاننا احنا بحكم تواجدنا معناها في كل المكاتب الاقتراع اللي موجودة في تونس واحد اللي يضم حدش المعتمدية متواجدين فكان عدد كبير زيك كذلك من الاختيار من الملاحظين كان ثم قبول ولكن وقت لتقدمت القائمة مع الملاحظين فيها بطاق التعريف وقع من بعد صورة عكسية وقع ضغوطات كبيرة على الملاحظين هذين من القائمة اللي انهم اتحصلوا على معلومات عليهم ووليت عندهم قاعدة بيانات كاملة للملاحظين كله وقع الضغوطات سواء كانت عن الاهالي على عيالهم على اولادهم كذا فيهم ليخلق منهم ان خاف وانسحب فاحدث نوع من الفراغ وخلينا ان حاولنا باش نجمو ان نتلفاو هذا الفراغ دي وهن نعم وهن انسحابت هذه ان نتلفاو هذه فعلا أنا كان البداية الأولى وقل بدينا بعد اتمام الاجراءات القانونية لكلها بدينا منها نهيوا للحملة الانتخابية فعلا أنا في البداية كانت الهجومات كبيرة من طرف الصحافة ومن طرف السياسيين وكذا على حركة الديموقراطيين للشراكيين ويراوا انه ممكن وهذا السنتاج ممكن يراوا انه في القائمة المستقلة اللي في وقت هذاك ما عندهاش ممكن تأثير وما عندهاش علاقة كبيرة بالمواطنين فبالتالي ما مهيش بش تحدث حاجة كبيرة لكن في دخولنا في الحملة الانتخابية عدينا تقريب حوالي ثلاثة اربع أيام من الحملة الانتخابية تغير المشهد تغير المشهد فولى التركيز الكل على قائمة المستقلة وأساسا قائمة المستقلة واحد في في تونس واحد لما تحمل من رموز في القائمة هذه كانت لول انا الاجتماعات اللي عملناها ملولة لبسوا شوية لكن من بعد ولكن ثم تطديقات ثم المنع نوع من بعض المواطنين أنهم بطيروا دخلوا القاعة محاولات إلى الهاء أو تشتيت جهود منا في الاجتماعات هذه ناخد مثال مثلا أنا مرة أن احنا عندنا اجتماع في دار ثقافة باب العسل وانا مشيت أنا وشوفينا بس نجيبه الشيخ لأخوة من داره ووقت اللي احنا جايين ووصلنا شارعة سفريل وتعدينا من قدام للمحكمة من ثميكة فما كان رحبت دبل علينا وتحصرنا حسرة منادي فسوع أنه بكود فولاند نضربه في المادة ونضربه في كرابة أخرى ويقالنا حادث وحتى الشيخ وقتها منها نفسيا منها ارتبك كبرشة وثم خوف كبير ما ننجم مش نقول أن هذه كانت المضايقة عفوية يصعب أني بش نقولها هذه ومما أدى أنه كذلك أن هدايا فيه تأخير على الاجتماع اللي بش نصلوله وولينا قاعد معناه في روعة ماد كالترتيب شوية للشيخ ورجع من النفس وشوية نشجيع شوية بشوية والحمد لله أنا ما كانش أضرار جسدية اللي فيها وسنة تقريب حوالي منها ساعة أكثر من ساعة متأخرين للشيما عداية ونلقاها ثيرابات لأنه بلغ الأخبار منها حتى للمواطنين الغديقة وثم يتطرات وثم توتر كبير هداية ثم نلقاه تقريب ما يقارب على ثلث من القاعة أنهم كلهم من رجال الأمن ومن الميليشيا داخل القاعة هدية ولكن تم اللقاء هدية في بعض أماكن أخرى منعنا مثلا في الوردية كان عنا لقاعة في قاعة تفرح في الوردية وقت لمشينا بش نعمل الجماعة ننقاو القاعة محجوزة من طرف التجمع من طرف بليش تتجمع من ذنبك من الضررنا أنا قادنا نلوجه في قاعة أخرى فكل فترة هدية كوي مش نعمل الجماعة هدية ما لقينا إلا في دارة ثقافة إجبال الجلود وكالمسافة هدية كيفش بجرمها فكيفش بشكون للجماعة ذاية في تونس المدينة منعنا بحجة القانون أنا قالوا لا أنتم ما ما تحصلتوش على الترخيص ما فبالتالي مثلا مش الجماعة ذاية وهنا بدأت المضايقات كذلك أن مضايقات أخرى على مسؤول الملاحظين والناس الناشطين اللي معنا فيهم فيهم اللي يوقفوهم يهزوهم موقفوهم اللي مندت نصف نهار أو ممكن حتى للعشية الآخر وقت ومبعد نسيبوهم بش ماشي يدوش ما لا 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 معلقى السير للاجتماعات إلي قاعدة تاقة والسير الاجتماع لي كانوا هما مسؤولين عليه ثم عونف ارتكب في حي الزهور في حي الزهور ما نها المناظلين واللي بش المواطنين اللي بش يدخلو جاد جوا عدد لباس بيه من الميليشيا ودخل فيهم بالضرب منه وكاد تكون أنا معركة كبيرة مبينة الناس وكذا لو لا تدخل بعض العقلاء لفضل إشكال هدايا هذا الكله أنا كيف نقوله أن ما وقع هدايا في تونس ولي لعله والسير محمد اللي يسبقني وأنا بعضها بعض التفاصيل هذه هي تقريب الأشكال من المنع هدايا تقريب كاد تكون أنا متشابهة في جلها المهم أن الحملة الانتخابية متع القائمة المستقلة والقائمة الأخرى أنا ميزة ما تكون ناجحة وما تنجحش بالكل وكان أنا حضور منها صحافة موجودة وكان تابع فينا منها بكل تقريب تأتي في صورة على الاجتماعات وعلى أقل حتى الجانب المضموني للخطابات التي تتقدم منها من طرف المحاضرين ومن طرف منها أعضاء القائمة في اجتماع مثلا في آخر اجتماع انتخاب يقع في بورسة الشغل منها بالحق هذه بحتة للنس الكل للنس الكل بحتة ما كناش نتصوره أن المواطن التونسي عنده هكالرغبة وعنده منها للإصرار على التغيير الإصرار على إنجاح المسار الديموقراطي وإحنا كنا نسويه حتى في اجتماعاتنا نسميه نحن الآن نعيش في عرص ديمقراطي من أعراض ديمقراطية قاعدين نعيش فيها محاولة منها هو أنه على الأقل تأثير على أنه يخفوا شوية من المواجهات ومن المنع ومن العنف اللي قاعدين نرتكب فيه بشي نحاول ندفعه لأننا أحنا مقتنعين أنا لابد أن يلزمنا نساهم في المسار هدايا لأننا نقدر أنا عندنا قناعة أنا قادرين أن نفيدوا بلدنا ونمدوا يد المساعدة لكل السياسيين لكل الأحرار بشي ننفيدوا بلدنا ونقدموا القدم هدايا وكان الإجتماع هذاك منها ملاحظين أجانب اللي قدروا الإجتماع هذاك تقريبا فيت العشر أليف من العادر وهي منها القاعة لا تتساحت الألف وكان الحضور منها داخل القاعة وخارج القاعة بصيفة منها مكثفة بصيفة كبيرة جدا وهذا يجعل ممكن تهجمات كبيرة على مساوى الصحافة على مساوى الخطب السياسي على مساوى الممارسات وقد هجمات على ديارنا فيما بعد أنا أتوقفت تقريب لمدة تقريب حوالي صفرار أو أكثر كذلك منها أحد أعضاء القايمة منجي جويني في داره منها تعرض وهذا وقتله وعنده قاعة منها في حومت وثميك فلا في باله أنه بشي عمل اللقاء في حومتو وإذا بيها كل لقاها ذاك نلقاه القاعة كلها معبية بالميليشية ميليشية الحزب معبية بالقاعة هذه ولقاعة تشويش كبير منها ولكن الحمد لله منها تم بأخف الأضرار ما نقولوش معناه تم بأخف الأضرار هذه فهذا الكل هذا أنا نقوله أنا مراحل مرينا بها هذه الكل هذه في الفترة هذه الكل هذه ما كانتش سهلة وما كانتش أنا بيسر أنا بيش نجم نقبلوها أنا أحلى ونعيش معها هدايا ولكن رغم ذلك أنا في يوم الانتخاب مع انسحاب لمد ياسو وقاعة تيصال بنا على أن نسحبه فأعضاء القايمة قالوا لا أنا يجبنا نمشي للأخر مساهمة للإنجاح لإنجاح هذا العرس هدايا ونقدمه فيه أحنا واخذينا طريقة في المكتب منتعنا اخذينا طريقة لمتابعة النتائج الانتخابية حبوا نتابعوها مباشرة من مكتب الاختراع هدايا وعملنا منها شكل ما نتابلو فيه بيانات لكلها والمكاتب أسماء المكاتب هدية والملاحظين اللي موجودين منها في المكاتب هدية وقينا معهم طريقنا كيفية الاتصال مباشرة حالما يتحصل بالأرقام هدية ولكن ما رعنا أن أولا في مكاتب الاختراع بصفة عامل كله ما تماش مكتب أن تلقى فيه تقريب الورقة بنفسجية بصفة عادية يا إما ما تلقى هاش بالكل وإلا تلقى جزء بسيط اللي ما يفعلش بالحاجة أنا للناخبين أو أنه يقفوا الميليشيا البرة ورؤساء الشعب ووجوه معروفة تبدأوا يقفى البرة وينبهوا عليهم ويهديدوهم أنه وقت لي يخرج يجيبوا الورقات اللي ما حطيهاش في الصندوق أنا بس يعرف لأنه هو رأو حط الورقة الحمرة ما حطش ورقة أخرى يضغط عليهم إذا ما تعملش هدايا وإذا ما تحطش الورقة الحمرة رأو اللي عانا بش يتنحها لك رأيك البطاقة العلاج متاعك رأيك بش يتنحها رأيك بش يصير لكذا في أولادك فكان تهديد مباشر وتأثير مباشرة في العشية ولا داخل مكاتب الاقتراع ما هوش البرة في الساحات ولا قدام مكاتب الاقتراع ولا داخل مكاتب الاقتراع فهذه العملية هدية لكل هدية احنا عملنا معها ووصلنا فيها إلى النهاية في وقت اللي جاء وقت الفرز وغلق مكاتب الاقتراع احنا أحسناهم تقريب ما يقارب على أربعين في المئة أو أربعين في المئة وشوية اللي يقع طردهم من مكاتب الاقتراع الملاحظين متاعنا كلهم حوالي الأربعين في المئة وقاع طردهم هذما كله وتصلوا بنا لكل هدايا وفيهم جزء منهم اللي في عشية هتوقف في عشية يوم الانتخاب فيهم جزء منهم لابس بي أنا توقف نهارتها هذيك وفيهم اللي بقت هدايا وفيهم نتعلقت به أنا تشويش في الشارع جملة من التهم أنا تعلقت بيهم وقعدنا نتابع في النتائج الانتخابات المجموعة اللي مزالت واللي قعدت موجودة حاولوا يوصلون من الأرقام مع الأسف لما كنا كان عند الأرقام تقريب صحيحة كله عملناها منها في شكل دي تابلو هذية وما حاضرنا عملوا فيها في وقتها مع الأسف أنها رفعت مع ما رفعة من أمتاعنا الخاصة والعامة لكل هذية فهذه منها ممكن توجد في أرشيف ويكان في بحث كمتوبة في الأرشيف منها ممكن تجدوا هذية صلبية منها مبعوث إذاعة البي بي سي في المكتب في العشية تقريب في حدود قريب الخمسة قال لي الآن تأكدنا أن القائمة المستقلة تونس واحد سوف تتحصل على حوالي 60% من مقاعد البرلمان قط له هذا يرى هو وتهزف المورال ومتاع له هذا يقول لا ما هو مورال ولكن هذه حقيقة وإذا يقع عكسها عندنا كلام آخر نقولوه من بعد وفعلا متبعتنا للأرقام والتي تحصلنا عليها من خلال الملاحظين اللي بلغوهم من هذه احنا تحصلنا على 66.66% في حوالي 52% من المكاتب اللي قاعدوا فيها الملاحظين لا في نخل سنديق هذه فيها مريت منا بإخلالات أخرى إخلال آخر وهو رهيب جدا مثلا المكتب من تعدي بوزفيل مكتب الاقتراع تعرفوا شي فين موجود موجود في الشعبة والأستاذ أحبيب الخميلة عضو في القايمة هز عدل منفذ ومشاه عمل المعاينة وعمل المحظر وهز المحظر للولاية ولكن لا ندري ما هو مصير هذا المحظر ما نعرفوش عليه كيف يجأوا قاع به هذه من الإخلالات في وقت تجميع للسندق ثم حالتين ثم الحالة الأولى الشيرة الجنوبية كانت السندق متاحة تتلم وتتعدى إلى لجنة التنسيق الموجودة في نهجة ساحة لجنة التنسيق الوردية تدخل السندق ثميكا يقع معها ما يقع ثم تعود وترجع وتمشي المركز الفرز في معتمدية الحرائرية في مكان آخر في كرنوا أحد الملاحظين وقت لخرج السندوق وخرجوا السندق مثميكا إخذاء سيارته وتتبعهم سيم محمد علي شتيبة تتبع السيارة السيارة لمشاهد في المركز الاقتراع مشاهدت إلى ثانية في سكرة ودخلوا بالسيارة في سكرة مع العلم أن السيارات هذه لكل هذه سيارات CVCR خاصة ليست سيارات رسمية التي مطالبة أنها تنقل بالسندق دخلت إلى ثانية في سكرة ووقعت التغيير ثم عادت ومشاهدت إلى المركز من بين الأعضاء القائمة كان مكلف بالمتابعة في النتاج كذلك الأستاذ فاخر بن سالم المشاهد إلى مركز الفرز في الحريرية ويحضر إلى عملية الفرز لدينا بعض الملاحظين وقت يتنقل السندق من أن يتبعهم متبع لأن يمنعهم أن يشطلوا معهم في السيارة يتبعهم متبع وقت ليوصلوا إلى المركز على الأستاذ يحب ويأخذ رغم أنهم ملاحظين وبالبارج يمتحهم يمنعهم من الدخول وما يدخل حتى أحد لكن الأستاذ فاخر لأنه عضو في القائمة خلّه يدخل وهنا وقت يتخلوا يشوف مناء أشياء أخرى بشكل آخر وقت يتخلوا يقول أنه نلقى داخل المعتمدية مكاتب مكاتب وفي كل مكتب موجود فيه إما عمدة وإلا أحد رؤساء الشعب موجود في المكتب وقت يأتي الصندوق يدخل الصندوق للمكتب ويقع تقطيع المحظر وتغيير المحظر في المكتب ثم يشوف يعمل نظرة إلى الصندوق إذا يلقى فيه الورقة الحمراء قليلة فيقع حشها بأوراق حمراء أخرى ثم يخرج الصندوق ويغلق ويمشي معه المحظر الجديد ويخرج ويمشي إلى القاعة أين يقع الفرز فبدأ يحتج الأستاذ فخر مثلا بدأ يحتج على الأمر فجاه المعتمد الحرينية في وقتها قالوا يا ما بيش تقعد رائز وإلا سنأثر أن ينتغطك من هنا ومخليك شتقعد قعد في الأول رائز ولكن ما نجا مش يصبر أمام هالشيء المهول هذا معنا اعتداء الساخر على مفهوم الأبسط مفهوم أنه فرز بكل حريب فرز عادي مثلا ليس فرز بلغة أخرى ليس فرز بكل ما نقول فأعود أحتاجه كده في الأخير كانت بشده بقوة وشده فتلا وطيشوه من حوالي بعد متصف الليل تشوه خارج 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 الباب وفي هذا ما نتقدم تقرير وتقدم تقرير ذا ولكن مع ذلك لم يقع هدايا مع هذه النتائج هدية كل هدية وليح صنع له هدية وقع تقديم كل فالأستاذ في بل عمر خميلة في من أنه هو بش يتقدم والطعن ولكن قال يراه تكلف بذلك الأستاذ عبد الرحمن الهيلة وهو أقدر مني وقدم مطلب هدايا ولكن نتيجة هدايا ونتيجة القيمة هدايا ما وقع من بعد للأستاذ عبد الرحمن الهيلة شيء فوق لي تصوره الأستاذ تقريبا مثلا مش واحد ما يعرفش أستاذ عبد الرحمن الهيلة هو موقعه الاجتماعي يوصل إلى درجة الإفلاس وما يلقاش من بعد باش يخلص كراء المكتب متاعه يسحبوا منه القضايا الكل قضايا الشركات الكل يسحبوها منه يدخلوه للمكتب ويلعبوه بالمكاتب بالدفادر الكل يقول الأستاذ عبد الرحمن الهيلة وهذا شاهدته بعيني الكرسي متاعه مطعون مئة وخمسين طعنة موس في الكرسي متاعه فهذا إلى أي هذه الدرجة هذه أستاذ عبد الرحمن الهيلة قال يقول وقت نمشي المكتب نلقاه الكل ونسركل بأعوان الأمن مناء الإرهاب ويحاول يقربوا لي ويدزوا منه كذا مع الأخرين مناء الشيخ عمر يحيوي وشيخ محمد بسور كما وقعانهم في ديارهم وفي المضايقات التي وقتها هذه الكلة أنا أقول هذي الآن في تسعة وثمانين ما هي كذا ولكن أنا بتصفحي التاريخ نلقى أن تقريب تاريخا بصفة عامة من 12 محطة انتخابية تشريعية نلقاه جملة تتعاود في تقريب الوسائل الإعلام الأجنبية تعتبر هذه الانتخابات مزورة ومزيفة والهناء التزوير والتزييف مقصود وهو تزييف لإرادة الشعب لإرادة المواطن اللي حب يختار بحرية ولكن تزور وتزيف إرادة هدايا نحن كنا نربح الكثير الكثير من انتخابات تسعة وثمانين كنا نربح الكثير هدايا لو كانوا على الأقل التسموا بجزء قليل من الوقت هدايا الآن اننا احنا قدميني على مرحلة انتخابية أخرى والسادة ملاهو مازالت الشهايدة لتتقدم هدايا ونتوجه أنا للمواطنين ونقولهم الآن احنا قدميني على المحطات وشوفنا المحطات هدايا الكل هدايا وشوفنا صورة تونس تشويه المشهد التونسي المشهد السياسي تونس لدى الرأي العام العالمي كيفاش تشوه وكيفاش أنه ولا منها يظهر أن التونسي مزيف مباشرة هدايا وعلى الشباب وعلى المواطن الآن يحرص لإنجاح هذه المرحلة هذه لأن هذه المرحلة هذه مرحلة الانتخابية البلدية هي تعطيه الحق أنه في حق القرار بيدو هو ما هوش بأنه بشي يسلط عليه أو أنه بشي يصبوه عليه لا هو بشي يختار القرار فأقولهم أنهم يشاركوا في هذه العملية هذه بكثافة وبحرص شديد على إنجاح المسار الديموقراطي إن شاء الله وشكرا شكرا سيباشير إذن هذه نكسة العرص الديموقراطي شكرا شكرا